تقدم الحكومة باستقالتها تقدمت بالفعل السيد الرئيس ورئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة قراءتك لده ايه؟ يمكن ده كان خبر منتظر لانه من بعد حلف السيد الرئيس لليمينة الدستورية لفترة أساية جديدة كان فيه توقعات انهيبه فيه تغيير حكومي او تشكيل حكومي جديد ما كانش بعيد اوي انه الدكتور مصطفى مدبولي هيكمل لانه في الحقيقة الراجل في الخمس ست سنين اللي فاته قدم اداء جيد جدا في ادارة الحكومة قدم اداء جيد جدا في ادارة ملفات معقدة جدا ومتشابكة وربما يعني اشتغل تحت ضغط في ملفات صعبة جدا وظروف كانت دقيقة جدا يمكن موضوع كورونا وموضوع التدعيات بتاعة الحرب وسائل الاوكرانية التعامل معاك هاتمن اشياء الصعبة جدا وكان فيها ضغط جديد جدا على اي حد لكن ادارة الدكتور مدبولي للحكومة في توقيتها كانت ادارة جيدة جدا وربما ده دفع القادة السياسية انها تكمل مع الدكتور مدبولي تشكيل جديد للحكومة سيد رئيس اكد على ان الحكومة الجاية لازم تكون من دوي الخبرات والكفاءات اللازمة لادارة المرحلة اللي جاية ماذا يريد الرئيس السيسي من الحكومة الجديدة ما هي توقعاته يعني توقعات الرئيس السيسي هو دايما يعني منهج الرئيس بيبقى منهج فيه بعدين بقعد متابعة مكتبية دائمة للملفات الخاصة بالحكومة كتير بنشوف سيد الرئيس بيقعد مع الوزراء مرة ومرتين في الشهر يمكن تقريبا بيطلع على الملفات اللي موجودة في الوزارة بيطلع على احدث المشروعات اخر تطورات الارقام مهتم بالتفاصيل المتابعة كمان الميدانية ودي مسألة مهمة جدا انه سيد الرئيس بينزل بنفسه بيتابع بيتابع مع الوزراء الوزراء كل يعني فترة بيبقى موجودين في المشروعات الجديدة في المتابعة الملفات الجديدة متابعة الجداول اللي موجودة في عمل الحكومة كل دا بتصور انه هو دا المنهج اللي احنا هنكمل عليه يمكن احنا مستمرين على المتابعة المكتبية والمتابعة الميدانية بشكل متوسع جدا ربما يبقى فيه ادوار اكبر لنواب الوزراء في الفترة القادمة لانه هي التجربة محتاجة انها تستكمل دم جديد بيتدخل للعمل الحكومي المصري الانتقال كمان للعسامة الادرية الجديدة هيدي دفعة كبيرة جدا انه يبقى فيه تعامل رقمي حديث تكنولوجي اكتر مع عمل الحكومة ادوات جديدة هنشوفها ودي محتاجة دخ دماء جديدة من الشباب اللي ممكن نشوفهم في منصب الوزير ومنصب نائب الوزير في التشكيل الجديد طيب على رأس التكلفات اللي رأس تكلم عنها امبارح الحفاظ على محددات الامن القومي وسط تحديات الاقليمية والدولية المشاهدين والمواطنين في مصر كلهم عايزين يعرفوا ايه ابرز هذه التحديات سواء كانت الاقليمية او الدولية امكان كانت التوقعات رايحة انه التشكيل يغلب عليه الجانب الاقتصادي على اعتبار ان احنا عندنا تحدي اقتصادي زي موجود في الدول العالم كلها لكن في الحقيقة احنا عندنا التحدي الامني اخطر من التحديات الاقتصادية وبقية التحديات اللي موجودة التحدي الامني لانه احنا للأسف واعين في منطقة التوترات جيوستراتيجية عندنا الحرب الموجودة في غزة محدش عارف لسه الامور هتمشي لغاية فين مأثرة علينا تأثيرات ضخمة جدا لما نتكلم على تأثيرها على ارادات قناة السويس نتكلم على تأثيرتها على السياحة لما نتكلم على حوالي 20 مليار دولار مصر خسرتهم منذ بداية الازمة وحتى هذه اللحظة مبلغ كبير ومحتاج من الحكومة عمل مختلف وتحدي مختلف امام الحكومة خاصة وانه انت كل الانجازات اللي انت بتعملها دلوقتي وكل الملفات اللي انت يعني حققت فيها نجاحات مهددة بسبب ان فيه تحديات للامن القوم فبالتالي هذه التحديات لها اولوية اولى على اي شيء تاني لانه انت محتاج تحافظ على هذه الدولة تحافظ على مقدرات هذا الشعب في ظل يعني مربع ناري للأسف احنا عايشين فيه كل الحدود بتاعتنا النهاردة بقى فيها ازمات وبقيت ملتهبة محتاجة تدخلات عشان نضع نساعد اشقاءنا في هذه المناطق محتاجة تدخلات ان احنا ندم عملية السلام اكتر يعني نحتاج لحل سياسي فيه جوة دي كبير جدا فاتصور ان الحكومة في وزارة الخارجية تحديدا محتاجة عمل اكتر على هذه الملفات الملفات الامنية هي الملفات لها الاولوية ودي وجهة نظر السيد الرئيس ودي الحقيقة اللي احنا نشوفها النهاردة على ارض الواقع اشتركوا في القناة